مصر بتشتغل بمنتهى الجدية عقد العزم على انه هذه القمة تخرج بتوصيات للتنفيذ مش تدرج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة زي ما حضراتكم شفتوا الجلسة الافتتاحية لقمة التنفيذ بشرم الشيخ هو ده التاريخ فيه تاريخ بيتكتب واحنا بنتكلم في تاريخ بيتكتب انه بعد انتهاء هذه القمة يوم 18 نوفمبر الجاري ويتم اتخاذ خطوات في اطار التنفيذ هيتقال اتعمل في مصر وده الفرق الرئيسي عنها حتى عن قمة مهمة زي قمة جلاسكو عن قمة مهمة زي قمة باريس عن اتفاق زمان لو تفتكروا كان حاجة اسمها قمة واتفاق كويوتو ما تعملش بيه حاجة برضو مش لخلل في الدول اللي استضافت اطلاقا لكن المسألة انه الموضوع بقى شديد الخطورة على هذا الكوكب وفي نفس الوقت بتتعمل في مصر في مرحلة مصر فيها مش بتاعة كلام مصر فيها بتاعة عمل طيب صدق او لا تصدق انه قمة المناخ اللي تعاملت في 2015 ودي اللي كانت في باريس بالمناسبة مصر كلمة مصر على لسان رئيس جمهورية مصر العربية كانت بتتكلم على مسألة العدالة انه يا جماعة العالم المتقدم العالم المتفوق لا ينظر نظرة عادلة الى بقية الدول والدول النامية والاسواق الناشئة على الاطلاق انتو بتتحضروا لما يهو مطلق عليه الاقتصاد الاقدر وبتتكلموا على عشرين خمسة وتلاتين مش هيبقى فيه مركبات الا بالكهرباء في اوروبا وانتم تتركون العالم اللي اسأته اليه زي ما هو بقية الدول العالم هنا بجد حصل حراك توقف الحراك ده في 2016 لو تتذكروا امريكا قالت لك لا احنا ملناش دعوة بقى بالقصص دي والمناخ هيفضل هو زي ما هو واحنا ملناش دعوة ومش هنفعل حاجة ومش همش مسئولين ومش هنشارك بفلوس الى اخيره وكل حاجة تجمدت اذا كلمة او كلمة مصر القاها رئيس جمهورية مصر العربية في باريس سنة 2015 تصبح نتائجها النهاردة في قمة شرم الشيخ جمهورية مصر العربية سنة 2022